في قطوة لتقليل المظاهر العسكرية بعد تحسن الوضع الامني في محافظة الانبار بدأت قيادة عمليات الانبار بقيادة الفريق الرقو الناصر الغنام بفتح الطرق المغلقة ورفع السيطرات وإلغاء حضر التجوال داخل المحافظة هذه الجهود العسكرية لم تقتصر على المدن بل فرضت سيطرتها حتى على الطرق الخارجية ومسك الشريط الحدودي لمنع أي خروق قد تؤثر في أمن المحافظة الحمد لله بدينا نشهد أن محافظة الانبار استقرت أمنيا والدليل على استقرار المحافظة أخي العزيز يعني دللاحظ اليوم أنه جميع السيطرات دوت الرفع يعني احنا خنقول يعني الرفعات أغلبها أو الرفعات أكثرها يعني ما ظلت أي سيطرات بداخل المحافظة يعني بالمحافظة بالداخل وكذلك يعني دللاحظ الطرق الخارجية فتحت وقمنا نقدر نصل مكانات أصلا وقمنا نقدر نصلها يعني نتخوف من الطريق الطريق معامن خبراء أمنيون أكدوا ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الأنبار لا سيما بعد زيادة الهجمات الإرهابية في مناطق أخرى من خلال تكثيف الجهود الاستخبارية داخل المدن والتمشيط المستمر في الصحراء لشل حركة المجامع الإرهابية ومنع تسللها إلى داخل المدن وزعزعت الأمن أن محافظة الأنبار لا زالت الصحراء فيها يعني تشكل حقيقة يعني منطقة خطر لا بد أيضا من تفعيل الجهد الاستخباري ولا بد أيضا من تفعيل الجوانب الاستخبارية ومزيد من التعاون بين المواطنين وبين القوات الأمنية حقيقة للوصول إلى يعني مراحل متقدمة من مراحل الاستقرار والأمن في هذه المحافظة فرض الأمن داخل المدن وخارجها سهل حركة المواطنين حتى في أوقات متأخرة من الليل فالجهود الأمنية أثمرت استقرارا تشهده المحافظة ليصبح مطلب المواطنين الوحيد تكثيف الجهود الاستخبارية لمنع أي خرق قد يؤثر مستقبلا في الأمن الآمي للمحافظة لقناة الفلوجة إدريس يحيى